أهلا بكم مجددا معكم نورس علي في هذا الفيديو سأنهي تماما سلسلة المستوى الثاني من سلسلة تطوير قوالب ويرد بريس الشياء التي سأتكلم عنها في هذا الفيديو هو حل بعض مشاكل responsivity زائد تصميم صفحة 404 التي نسينا أن نقوم بالعمل عليها فبداية إذ ذهبنا إلى أي مقالة هنا سنجددين مثلا أزرار المقالات السابقة والتالية تبدو بشكل جيد على الديسكتوب لكن إذا قمنا بذلك تلاحظون تظهر بهذا الشكل نريد أن نحل هذه المشكلة فسأحاول ذلك فسأذهب إلى style.css وتحديدا يجب أن أذهب إلى الباجينيشن أو قسم الباجينيشن لأن هذا القسم الذي كتبت فيه الأمور سأحاول أن أعرض ال-a tag هنا display inline block جيد لنرى إذا كان هذا الشيء يساعد فلاحظوا ظهرت بهذا الشكل لكن أنا لست فقط أريدها أن تظهر بهذا الشكل أريدها أن تظهر فوق بعضها البعض يمكن أن نتركها كهذا يعني لا مشكلة لكن يمكن أنا مثلا هنا كتابة text center أيضا text alignment center جيد فإذا قمت مرة أخرى لاحظوا تم التوسيط النص أريد أن أذهب الآن إلى أين 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 هنا كما تعرفون أن الباجينيشن هنا تم عرضه الكنتينر خاص به قمنا بعرضه كflex والflex كان flex flow أو flex direction كان على الروم نحن أريد أن نجعله على الكولوم فبالتالي يمكنني إضافة هذه القاعدة هنا أو هذا السيليكتر هنا فأقول هنا باجينيشن كونتينر جيد فالآن إذا عدت قمت التحديث ستظهر بهذا الشكل شكل جيد نفس الفكرة بالنسبة للأزرار هنا تظهر بهذا الشكل يبدو هذا الشكل أفضل فقمنا بحل هذه المشكلة الموضوع الثاني الذي أريد الحديث عنه أن عندما قمنا نحن بتصميم الباجينيشن ها هي قمنا بكتابة هنا previous post وقمنا بكتابة older post وبالنسبة للnext post قمنا بإعطائها عنوان newer post فهذا جيد لكنه ليس دقيق تماما لأن الnext post يعني كما تلاحظون هنا إذا مرة أخرى عدنا بهذا الشكل فهذا الزر هنا يجب أن لا يكون next post لكن يجب أن يكون older post لأن wordpress يقوم بعرض لنا في الصفحة الأولى هنا أحدث المقالات وليس أقدم المقالات فهنا يتم عرض المقالات بترتيب الزمني من الأحدث للأقدم فبالتالي الزر هنا الذي سيقول previous post يمكننا كتابة previous post أو older post ولكن ليس newer post فإذن هذه التسمية خاطئة فبالتالي هنا فقط يمكننا كتابة استعادة عن older post previous post جيد وهنا الاستعادة عن newer next post جيد فالآن إذا قمت على موقع بهذا الشكل سيضع لي next post فممكنني كتابة هنا next post ثم هنا سيضع لي previous post فنتهب إلى الصفحة الأولى فnext post سيضع لي الصفحة الثانية أو يمكنني كتابة مرة أخرى older و newer لكن الprevious post هي التي ستكون الأولى الأولى وال ال 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 عفوا ال 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 الممتاز فإذن هذا بالنسبة لل ال أحيانا كلمات يعني 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 تعطي استخدام سيء أو تجربة استخدام سيء للمستخدم سيء للمستخدم فبالتالي من الأفضل أن نختار التسميات وهذا الموضوع يعني موضوع مستقل بحد ذاته كيف يمكننا تصميم موقع قابل للاستخدام ويكون سهل بالنسبة للمستخدم الآن إذا قمنا بالذهاب لصفحة غير موجودة يعني قام المستخدم بكثيرا شيء كهذا سينتقل إلى صفحة 404 نحن بالمستوى الأول قمنا بإنشاء صفحة 404 ها هي لكن في هذا المستوى نريد تغيير كامل لهذه الصفحة مقدمة بسيطة عن صفحة 404 هذه الصفحة يتم عرضها للمستخدم عندما يذهب لرابط لصفحة غير موجودة على الموقع فبهذه الحالة تظهر له هذه الصفحة يقول له الصفحة التي طلبتها غير موجودة ممتاز لكن لإضافة تجربة للمستخدم يجب أن نصمم هذه الصفحة بشكل مفيد للموقع بمعنى آخر يعني بدلا أن نقول فقط الصفحة غير موجودة يمكننا عرض مثلا مقالات للمستخدم لقراءتها نقول له الصفحة غير موجودة لكن يمكنك قراءة مقالات أخرى على موقعنا أو يمكننا إضافة شريط البحث لشريط البحث مثلا لم نجد أنت ما طلبتها أو ما طلبتها غير موجود لكن يمكنك البحث عن شيء آخر أو يمكنك البحث عن ما تريد من خلال مربع البحث فهذه الطريقة تزيد من يعني من بقاء المستخدم من وقت بقاء المستخدم على الصفحة لأنه فعليا سيقول الصفحة غير موجودة لماذا لا أقوم بالبحث عن ما أريد ربما أجده فسيبقى على الموقع ولكن إذا كانت الصفحة فقط فيها الصفحة غير موجودة المستخدم سيغادر الموقع وانتهى الموضوع فنحن سنقوم بنفس الطريقة نحن سنقوم سنكتب للمستخدم الصفحة غير موجودة يمكنك البحث عن ما تريد من خلال مربع البحث وهذه هي أحدث مقالاتنا يمكنك تصفحها ماذا يكون بهذه الطريقة فلنبدأ فبداية الشيء الذي سأفعله كون نحن الآن ننسخ ونلصق كثيرا سأذهب لصفحة search search.php الصفحة عرض النتائج كالعادة أقوم بنسخ كل ما فيها ولصقه بصفحة 404 404.php فإذا قمت بالنسخ الآن إذا ذهبت للموقع الآن للصفحة غير موجودة ستظهر لي صفحة search هنا لكن أنا لا أريد صفحة search أريد تعديل على هذا الموضوع بداية أريد تعديل على h1 هنا فأريد أن تكون ليس تكون search result فسأمسح هذه h1 هنا وأكتب مثلا sorry مثلا الصفحة page not found مثلا طبعا هذه الجملة أيضا يجب أن تكون مبدع بكتابتها سأترك مربع البحث هنا أو مستطيل البحث جيد هل حفظ الصفحة أعود إلى هنا فإذا sorry page not found وهنا مربع البحث هنا أيضا أريد أن أعرض لي الأشخاص مثلا آخر المنشورات من الموقع مثلا آخر أربع منشورات فهنا أدنى البلوغ بوست خطصنا فارق صدقوني فإذا سنقوم بالتحديد ظهرت هنا دعونا نقوم بالstyle لهذا الموضوع فسأذهب الـ style وأذهب إلى أين 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 علينا أن نذهب إلى إلى البلوغ بوست إلى قسم البلوغ بوست ها هو فإذا قسم بلوغ بوست جيد في هذا القسم هل هو ID أم class ID نسيت لأن نحن منذ زمن طويل أنا قم بإنشاء هذا الموضوع فإذا بلوغ بوست H2 فإذا أريد بداية أن أغير الـ color هكذا أفضل أغير الـ color فسيكون color bar secondary color جيد عفظ سيكون text align center يتوسط الموضوع سأعطيها point size to rim حتى يكون أكبر وأيضا padding ون rim فقط لغير الآن إذا عدت الموقع تحديث ظهرت بهذا الشكل الجميل الآن يقول there are no posts لماذا؟ لأنه لا يوجد منشورات الصفحة غير موجودة لو كانت هذه الصفحة موجودة سيقوم بعرض سيقوم بعرض المنشور صحيح فهنا نحن ما الذي سنقوم به سنقوم بعرض آخر ست أو أربع منشورات جيد فسنستخدم شيء جديد شيء جديد جدا سأتوسع به بالمستوى الثالث من هذه السلسلة لكن بهذه السلسلة فقط سنفهم الفكرة الخاصة به هنا بwordpress loop كنا نستخدم half post that post بشكل عام لكن يمكننا تخصيص هذه الجملة أو هذا الأمر من خلال wordpress query فمن خلال هذا الموضوع يمكننا إنشاء query محدد ماذا يعني query؟ query هو أمر فهذا الأمر نعطيه لقاعدة البيانات حتى تعطينا نتيجة الأمر أو الاستعلام إذا كنتم تتابعون الفيديوهات SQL الخاصة به فنحن نقوم باستعلام أو query لقاعدة البيانات نقول لها مثلا أظهر لنا الموضوع الفلاني من القاعدة من الجدوى الفلاني من الكورم الفلاني وهي تقوم بإعادة لنا نتيجة الاستعلام فهنا نفس الفكرة منشورات wordpress موجودة في قاعدة البيانات في جدوى البوست فنحن نريد الاستعلام من قاعدة البيانات عن منشورات محددة الاستعلام سيكون هو آخر أربع آخر أربع منشورات فسأكتب هذا الاستعلام أين سأكتبه؟ يمكن كتابتي هنا جيد فهنا سأقوم بفتح تاقي تشوي بهذا الشكل وإغلاقه سأقوم بإنشاء متغير اسمه ذا كويري جيد وبداخل هذا المتغير أريد أن أكتب التالي أريد أن أنشئ أبجكت جديدة من كلاس wordpress query بالنسبة ل كلاسز البيانات إذا كنت لا تعرف كثيرا تابع الفيديو كورس أستاسيات البيانات على القناة في هذا الكورس أنا خصصت قسم كامل حول البيانات كلاسز فورد برس كويري هو موجود في وورد برس يمكننا إعطاءه هنا أشياء فيعود علينا بموضوع معين فهنا نحن نقوم بإنشاء instance أو object instance أو object من كلاس وورد برس كويري وهذا الكلاس نريد تحديدا منه ماذا نريد تحديدا الآخر أربع منشورات فهنا سأكتب post بير بيج يساوي فور جيد فقط لغير فلنرى كيف يبدو ذلك فإذا بهذا الشكل الآن نريد أن نعطي هذا الكويري لماذا نريد أن نطلب من وورد برس لوب أن تقوم باستخدام هذا الكويري فبكل بساطة سنقول هنا the query ونكتب بهذا الشكل طبعا هذه الإشارة طبعا هذه الإشارة تعني أتريبيوت من ذا كويري فإذا ذا كويري الآن هو instance من كلاس وورد برس كويري فالآن واحد من الميثود التي تابعة لهذا هذه الأوبجكت أو هذا الانستنس هو ال half post لا أعرف إذا كان موضوع صعب جدا لا مشكلة المستوى الثاني المستوى الثالث سنتوسع بهذا الموضوع لكن الآن يعني لو فهمتم منه مثلا 60% جيد جدا أو 50% لا مشكلة الفكرة العامة يعني فهنا قلت أنا إذا كان هذا الكويري هذه الأوبجكت هذه الإنستنس التي هي من كلاس وورد برس كويري كان فيها half post فأدخل لي ب وورد برس لوب طبعا مرة ثانية علي أن أدخل هنا الكويري بوايل لوب حتى يتم الدوران أو عرض النتيجة هذا الكويري الذي هو سيكون أربع منشورات ضمن وورد برس لوب وهنا أيضا أريد أن أتوقف عند المنشورات الخاصة بهذا الكويري فقط لا غير فالآن سأقوم بالحفظ وأذهب للموقع وتحديث لاحظوا جميل جدا ظهر لي أحدث أربع منشورات من الموقع موجودة هنا فالآن إذا الشخص مثلا هنا مرة أخرى إذا ذهب لصوحة غير موجودة على الموقع سيقول له عفوا الصوحة غير موجودة هذا مربع البحث يمكنه البحث وأيضا هذه أحدث منشورات المدونة يمكنه النظر بها والتصفحها فهل هذا الموضوع ريسبونسف نعم ريسبونسف دعونا نرى الريسبونسفتي من فايرفوكس هنا فهذا بالنسبة للغالاكسي فإذا كل شيء ريسبونسف كل شيء يظهر بشكل جميل فإذا موقعنا ريسبونسف أيضا بالنسبة لل آيفون جيد نذهب إلى مثلا هذا فإذا الثقة جيد أيضا إذا ذهبنا إلى صبحة غير موجودة أيضا تظهر بهذا الشكل منتاز جميل جدا فكما تلاحظون انتهى المستوى الثاني من سلسلة تطوير قوالب ويرد بريس بنجاح أتمنى أن هذا المستوى أعجبكم وكان مفيد بالنسبة لكم يعني أهم شيء بالنسبة لي أن أقدم شيء مفيد بالدرجة الأولى لا يهمني أي شيء آخر فإذا أردتم مني المتابعة بالمستوى الثالث أخبروني بي خانة التعليقات المستوى الثالث ليس جاهز بعد فأنا بحاجة الآن حتى أقوم بتحضيره وتحضير الأفكار التي فيه حتى يكون كل شيء سهل نتعلم كما قلت لكم يعني الآن أنتم تعرفون الاستراتيجية الخاصة به نحن نتعلم خطوة خطوة إلى الأمام نتعلم بشكل تراكمي ليس فقط الفكرة أنني أعرض كل المعلومات على الشاشة وأقول لكم هذا هو الموضوع الفكرة أننا نتعلم خطوة بخطوة حتى تستطيعون فيما بعد إنشاء شيء خاص بكم ليس فقط تقليد ما أقوم به أو تقليد ما يقوم به فلان أنتم بحاجة أن تقوموا بالشيء خاص بكم فإذا تعلمنا بهذه الطريقة سيكون لديكم المهارة والقدرة على القيام بذلك فإذا كله لهذا الفيديو انتهت هذه السلسلة شكرا أو انتهت هذا المستوى شكرا لمتابعتكم ولا تنسوا أن تتابعوني في الفيديوهات الأخرى والمستوى الثالث ترجمة نانسي قنقر